وفي ذات السياق أكد المستشار المصعب وصيبع مدير إدارة الرأي القانوني والبحوث بهيئة التشريع والرأي القانوني أن اللجنة التنفيذية حارصت على توفير كافة السبل التي يسرت لمختلف فئات الناخبين أو يسرت لمختلف فئات الناخبين ممارسة حقهم الدستوري شاهدنا توافد كبير من كافة الفئات المجتمع من كبار المواطنين تواجد الشباب حضور مميز أيضاً المرأة البحرينية من ذوي الهمام كلهم كانوا متواجدين لتعديد واجبهم الوطني وممارسة حقهم الدستوري واللجنة التنفيذية حريصة دايماً على توفير كافة جراءات الميسرة لكافة الناخبين في الدائرة لتعديد صوتهم وواجبهم أو ممارسة حقهم الدستوري بكل سهولة وبكل يسر الأخوان من ذوي الهمام أو الأخوان من كبار المواطنين تم توفير لهم ممرات خاصة تم توفير لهم كباء خاصة للتصويت لهم مساعدين متواجدين يستقبلونهم من بداية وصولهم لمركز الاقتراع إلى الانتهاء من التصويت اشتركوا في القناة